أسامة نبيه اسم لامع في تاريخ الزمالك مهاجم لا يتكلم إلا بلغة الأهداف قناص يستغل أنصاف الفرص صال وجال مع الزمالك سجل الأهداف وحصد الألقاب مسيرة طويلة مع الساحرة المستديرة بدايته كانت في قطاع الناشئين بالزمالك وانتقل للترسانة ثم عاد لمئة عقبة من جديد قضى ثلاثة مواسم في البيت الأبيض قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدور التركي ومنه إلى الدور الكويتي قبل أن يعود للزمالك ثم انتقل إلى المحلة ثم اختتم مسيرته في المصرية للاتصالات قبل أن يقرر الاعتزال في 2009 رحال في عالم الكرة بعد مسيرة ناجحة يمتلك نبيه عددا من الإنجازات لاعب الزمالك السابق كان في قائمة الفراعن المتوجة ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1998 ونجح نبيه مع الزمالك في التتويج بلقب الدوري مرتين كما يمتلك لقبا في بطولة كأس مصر ولقبا في بطولة السوبر المصري وعلى الصعيد القاري توج نبيه ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري كما توج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية ولقب كأس السوبر الإفريقي مسيرة تستحق الوقوف أمامها واليوم نرى مالك أسامة نبيه لاعبا في فريق الزمالك موليد 2011 ويوسف أسامة نبيه لاعبا في صفوف فريق 2001 الثنائي يوسف ومالك مستقبل الزمالك عائلة زمالكوية تثبت المقولة الشهيرة ابن الوز عوام